عزيز المشاهدين اهل بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ارت ميكر ومعاكم محمد وميه اه اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الالتر مودر اه ناس كتير سيقيتني على الصفحة وتواصلوا معايا وقالوا ايه الفرق من الالتر مودر والمودر يعني تقريبا هم اتنين واحد النهاردة اه دولنا نكون هنتكلم فيها عالكلاسيك وبدأت الكلاسيك بقى وفخمته وعصوره ونبدأ بقى نخش في الموضوع ده اه بالذات التواصلات الفرنسية الغميلة انا عن نفسي بعشقك يعني ولكن خصصت الحلقة النهاردة عن اه نفرق ما بين الالتر مودرن والالتر مودرن طبقا لان يعني للناس بقى عاز تفهم حاصر فيه شوية لغبطة كتير شوية اه وبعد كده هنتكلم بقى هادخل في حاجة مهمة عن المشاريع عشان برضو اه ناس بعد تمسألتني عن المشاريع والاترازات اه يعني ايه وضعها مع المشاريع وكنت اتكلمت في الموضوع ده بس سريعا اه مش بالتفصيل هنحاول برضو النهاردة ان شاء الله اه ناخد وقتنا ونتكلم عن الموضوعين دول اه بعض من التفصيل بصوا جماعة المودرن هو جميل حديث كلم عن الحداثة نشأ بعد اه الحرب العالمية التانية مع ظهور بقى الثورة الصناعية والتكنولوجي الجديد والحاجات الليسه جديدة عن الناس بعد الحرب العالمية بدأ يظهر التراز ده اه فالتراز ده كان بيتكلم عن عصره وكل عصر يظهر يعني الجديد منه كل ما يظهر حاجة جديدة تظهر منه الجديد منه تمام اه ده لي خصايص وده لي خصايص الالتر مودرن مش بيقبل اللي بيقبله مودرن لانه حتى من لفظه الالتر مودرن يعني حاجة متعسفة مودرن متعسف جاي من الالترس يعني زي الالترس كده الزمالك الالترس الاهلي فمتمسك قوي ومتعصف بالمودرن المودرن نفسه بتقدر تحرك معاه سواء بقى في ألوانه سواء تقدر تحرك في خصايصه اللي هو الخطوة المستقيمة تقدر تزود شوية المنحنايات تقدر تعمل تشكل فيه شوية الالتر مودرن لأ صعب جدا انك تتحرك فيه زي المودرن طيب احنا كده قلنا كلام ومحتاجين نفسره طيب نبدأ واحدة واحدة المودرن بيليق قوي او بينفع قوي وهو اصلا اتعمل عشانه اتعمل عشان الاماكن الدايئة طيب احنا عارفين ان الكلاسيكي بجميع طرازاته وبجميع ازمانه بيحب الاماكن الواسعة الارتفاعات الشاهقة الكلام ده عشان فيه تفاصيل كتير وكل مكان بيضيق التفاصيل بتقل وبتصغر وبتبقى دوشة او في المكان فلما بين المكان بيكبر تفاصيل بتكبر معاه وبقى فيه بعض يعني بيبقى فيه رحلان تمام هنقول المودرن لا او اصلا بينفع قوي وتعامل خصيصا الاماكن الدايئة طيب اااااااااا الالترا مودرن ينفع بس سيحباز له قوي الاماكن الواسعة بقى يحب الاماكن الواسعة الكبيرة بيحبك لكن ينفع برضو طيب المودرن ينفع معا ميكس ينفع طبعا بنعمل منه ميكس كتير يعني هو عامل زي ايه؟ زي المستوى كده والليمت بنبدأ انت نعليه ونوطيه في حاجات معينة فمسلا بنيجي نعمل نعلي حاجة ونوطي حاجة يعجيه جايب مثلا المانا ملاست نبدأ نحرك في نقوش معينة وبشكل معين يعجيه واخد منه على الريترو نبدأ نحرك منه وانه يعجيه واخد النيو كلاسيك فاهمين الموضوع تحس ان انت بتلعب على نسب معينة وتبدأ تعلم حاجة وتنزل حاجة فيروح جايبلك تتكلام له طيب الالتر مودرن هاجيه متعصب انا مش هسيب حقي فيه التراص بتاعي مش هتديك الفرصة دي تبنقوش مش هتديك هات حيطة كلاسيك هنا حتى لو لو اكسيسوري الزغير كيه طيب كلاسيكي طيب لا مش هتديك فرصة كده عطول تروح واخد الايه؟ توح نازل مودرن على طول وهتحصل لاغباطة جامدة جدا هتحصل لاغباطة معك بشكل قوي جدا لو انت مش متخيل الشكل النهائي وقلت مثلا تروح مجود بقى طب هنزل روح حاطتلي بقى حتة ايه؟ سي فاز ولا ولا اي حاجة كلاسيكية شوية على طول روحت واخد من الريترو وروحت جايب شوية على النيو كلاسيك وروحت محرك الدنيا بشكل غير صحيح طيب فهي نسب معينة عشان تقدر تزبطها توحجايبة معاك ال 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 الالسطايل صح طيب اذا ده بيتعمل منو ماكس وبيتقدر تأخد تدي معا يعني اا شوية بياخد ودي معاك زي ما قلت ده لأ وانا مش هسيب حقي انا متعصب قوي للتراز بتاعي يعني مدر ان فيه مرونة وده ان اعايز اتصدق او عايز اقوله فيه مرونة شوية بيقدر تروح معاه لكن ده لأ افضل حتى تباين من اسمه زي ما قلت لك طيب هم بيتفعوا في حيات كتير قوي ركز معايا واحدة واحدة علشان بتسألوني حاجات تقريبا بقلتها في الحلقة الترازين بيعتمدوا على الايه على الازاز على المعدة على بس الالترامودر لازم نبقى متفقين انه هو بيبقى اقوى شوية في الحتة دي اقوى بيظهر فيه قوي اكتر النسبة بتاعته اعلى في الحتة دي الخطوط المستقيمة في الاتنين واحد المنحنيات يعني مش في اماكن لا في اكسيسوريز حاجة في تيبل في ترابيزات حاجات مدورة بسيط لكن في المودرن تقدر تتحرك منه كتير يعني ممكن كوشن بتاعه مليان دواير او فيها بعض الزخارف والكلام ده وبتكسر بيها المالة لشوية لكن في الالترامودرن حتى الخطوط بتاعه لازم بيبقى حقوق مستقيمة او مربعات المهمة حاجات هندسية ما تحركش عنها تخش المكان زي ما قلتلك بالزبط بالزبط كأنك في سفينة فضاء حاجة كده اذا اطهب شكلها بألوانها بحاجات دي كأنك في سفينة فضاء بالزبط حاجة يعني حصبة جدا ويبان منها رونكها فعليا هي جميلة في كده وده زي ما قلت الوقتي هو عشان كده جميل طيب الموضل تقدر تعمل معا بعد زغارف زي ما قلت في كوشن تقدر تعمل في بارتيشن تبدأ تعمل هتحط في زغارف اشكال شويتين السجادة الموجودة تقدر بيبقى فيها برضو نفس الموضوع بيبقى مش لون واحد مش سادة الكلام ده الالت الموضل ما فيش كلام ده سادة تشاج بشكل معين صغيرة بشكل كبيرة ولو كبرت برضو بنفس حسب المساحة ولو كبرت نفس برضو تبقى سادة او ما فيهاش منحنا يعني ما فيهاش ناقش برضو تبقى خطوط الشكل هندسي بس لكن تيجي تعمل الكلام ده في الموضل ناقمو كنت تجيبها حاجة ما نقوشة شوي بس برضو زي ما قلنا يا جماعة نسبة النقوش ونسبة المنحنيات لا تزيد عن 15% وعشين تبقى كتير كمان عشين تبقى كتيره كمان في الموضل الالتر موضل ما قلناه لا تخش تلاقي كل حاجة مستقيمة طيب اتراز المودر في الوانه وده اللي تسألت عليها خصيصا الوانه نحن نتكلم شوي الوان المودر انك تختار لون اتنين تلاتة اكساك نسبهم النسب المعروفة 60 30 10 70 20 10 اللي هي النسب تحرك ما بينها حسب الفراغ اللي معك الالتر موضل لا هم الونين يا لون يا لونين ده في حيطان ولازم يعمل كونترست مع بعض يعني الفرنوتشو هنتكلم اه ابسط الفرش يبقى مثلا سيء ابيض يبقى الحيط الوراء اسود جري غامق ما عمش ايه العكس ويبدأ اللي اتنين يحصل تباين قوي جدا في المكان يعني يبقى باين وداخل تبقى انت حسن اللي اتنين بيوروا بعض بالعربة كده بيوروا بعض ده بيوري يوريك الوراء وهو الوراء بيوريك القدامه المودر نحن ممكن تستخدم الوان بستر عادل هادية تبدأ تختار منها كتير لالترا مودر زي ما قلت ابيض جري اسود احمد بسيط يعني وسيء احنا خدنا الابيض مع الاحمد الجري مع الاحمد بس والاحمر بوسط جدا اربع الوان انا بكامع اربع الوان مش حيطان اربع الوان للمكان كله ومش بتختاره من الاربعة انت بتختار لون السائد سيء ابيض بتحواخد العشرين في المية التانية اللون التاني طب ازاي هوضح لك كده كده سوى فورا حقائط احجار اه رخام اي حاجة تجليد في مكان الالترا مودرن بيبقى في حقائط واحد فقط لا غير وهو الحقائط الارتكاز اللي بيبقى عليه النظر كله اللي هو بيبقى عليه اما الشاشة اما الدفاية ده هو اللي بنختاره والبقى كله من واحد جميع الديزاينر اللي في العالم كله لبي ينفذ او يضايزن الستايل ده ما بتحركش عن القواعد دي يعني هم بقولوا كده بس لا فيه ناس بتحرك عن كده بس بيحط لمسة من عنده يا نك حت يا ملك حتش طب وهحرك كده بيتحرك نك حت اوكاي جميل ويبدأ الخطوط الجديدة بتنزل من خلالها ويا نك حت ما نك حتش حسب يعني بقت كويسة كويسة ما بقتش كويسة خلاص ما بقتش كويسة طيب طيب الولد بيبر ورق الحائط بيبقى نسبة عادية في المودر عادي ممكن تختار نوع واحد تختار كزا مكان لورق الحائط ده في المودر تقدر تحرك يعني عندك اختيارات الالتر المودر ما فيش الكلم ده الوان ده تقدر تختار منك بما قلت في نقشة في كزا في حائط اتنين في اختيارات لا الاختيارات ده في الالتر المودر ما فيش الكلم ده بيبقى اشد شوي يعني ايه زي ما قلنا حائط واحد النقشة ما فيش نقشة بيبقى ورد خطوط مستقيمة وعرضية بيبقى شكل واضح جدا متماشي مع الستايل طب لو عملنا نعشة وقلنا نكسر القاعدة ايه بقى انت خدت برد ورجعت بقى ايه للمودر وزي ما قلت انت جودت غلط او راحت غلط او ممكن تكون راحت صح وتبقى جديدة وتبقى جديدة ولكن القاعدة عامة بتقول احنا بنقوله بالزبط طب فينا المكانه ده ما انا في الحائط الواحد بيبقى موجود في المكان ده طيب ما احنا انت قلت وراء حائط والحجر او كذا او رخام او او مش و لان فيه بعض الناس برضو تسأل ان الممكن يبقى و لان معها مش موضوع فلوس انا بحطها على الحطان مش موضوع بجت انا عايز اعمل و و و ويبقى المكان هو هيبقى فخم في الاخر خلي بالك مش معنا ان احنا بنعمله وايت اوي كده اذا احنا المكان هيبقى فقير لا خالص الشرق احنا العناصر الايتم اللي هتبقى موجودة في الستايل ده هي اوريدي تبقى غنية غالية كويسة وهي معروفة الالتر مودرن بتاعه حاجة كلها غالية جدا ممكن تحدي كلاسيكي فعلا 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 ممكن تلاقيه في بعض الحاجات في الاكسيسور بتاعه هتلاقيها غالية جدا وبتيجي مخصوصة لان التكنولوجي فيها الاسلوب التكنولوجي فيها اعلى كل حاجة تقريبا بتبقى بالبصمة وكل حاجة بتحرك حتى الاضاءة بالبصمة هتلاقي الموضوع مش مش زي يعني المودرن يعني كده لا خالص غالي حاجات اللي فيها حتى الاكسيسور بتاعه بيبقى متخصص قوي قوي طيب يبا احنا قلنا الول بيبر والالوان عشان ما 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 نرجع لهاش تاني ونحس ان احنا روحنا في اتجاه بعيد هسيبكم كده مع اول فيديو وارجع قللكم على الارضيات بتاعته اللي اتنين ماشي ازاي وبيختلفوا في ايه شكرا للمشاهدة للمشاهدة اشتركوا في القناة 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 يكون عالم بالاستايلات يكون عالم بالتصميم الداخلي عنده سي دي كويس تقدر تصف نصيحة مني ما تديش شغلك ولا بيتك لحد مش فاهم غير تشطيبه بس اللي ياخذ الشغل لازم يكون عارف ديكور تابعونا على شاشة الصحة والجمال بالنامج أرت نيكور محمد نيكور اشتركوا في القناة قضية المودرن نقدر طبعا هنا بتبقى فيها لمع كويسة بتبقى سادة فيها شغل كويس مش زخرفة طيب ممكن يحط فيه تابلو ممكن يحط فيه تابلو وتقدر يبقى تشكله شوي يعني تبقى فيه تابلو كويس فيه زخرفة كويسة ممكن يبقى فيه شكل اسلامي بسيط الكرام ده زي ما قلنا طيب هنيجي نخش على الالتر مودرن زي ما قلت لك هم تمسك قوي حدو مش هسيب لك فرصة ان تحط لي اي حاجة غرفة روز بتاعي وبس وبس طب اللوسقف اللوسقف بتاعته مودرن بيبقى اغلبه فلات اغلبه فلات طيب بس كده تقدر تعمل منه مستوى تانى نعمل انداريكت لايت اضاقه بيت نور حاجة كده ايه بسيطة طب الالتر مودرن لأ بص بقى عشان مضادة بالذات في الالتر مودرن الناس كتير بتختلف عليه بيحب قوي انك تعمله حاجة جديدة تعمله شكل جديد اجد حاجة موجودة زي البي في سي حاجات اضاءية اكلارك اشكال في اشكال هندسية مستقيمة خطوط خشب خشب ممكن سهل جدا برضو احماش مع نفس الخلطة الارضية و احماش معاه ويبقى الواح متركبة مع بعضها كده بشكل هندسي متوالي متوالي مع بعض ويبقى الباقي جبس من برضو مثلا حقيق اه حقيق بيحب انك تشكله طب المناسيب بتاعته المناسيب بتاعته تقدر تعملها على منسوب واثنين وثلاثة منسوب واثنين وثلاثة اشكال كتير بقى او لغبة لا خطوط مستقيمة مع المكان يعني السيء احنا بمتح الباب بنلاقي الخطوط المستقيمة قدامي بالطول على البحر الوسع يعني بيبقى ماشي على الاوسع مش ماشي بالعرض عشان يبقى يليق المكان لا بيبقى عشان يوسع المكان فبيبقى ماشي في اليتاج اللي تجاهل اطول طيب بيتفقوا في المصادر الضوء اللايت بتاعه تقريبا واحد جامي السبوتات الداون لايت مش مشكلة بتبقى بالوان الورم والابيض طبعا هو بيحب الابيض شوية اللي هو الالترا مودر بيحب الابيض الورم دعا لانه ساطع قوي دي سطوع قوي بيحب يبهرك محتاج انك تخش مكانة الحس بانبهار مش رومانسي مفيش رومانسية قوي لانه هو كاشكال هندسية وبروزات كتير والكلام ده هو مش رومانسي قوي يعني الرومانسي اكتر هو الكلاسيك زي ما قلنا هو بيتفقوا في مصادر الدوق يعني الاضاءات اللي جاية من السقف جاية من الشابوهات بتبقى جاية بشكل كويس جاية من الدلات سقطة من النزلة من السقف ولكن الالتر موضل ممكن تحط معا تسبط في الارض يعني مش يعني غير قوي يعني متخلوش مية متأمن كويس وبينزق بيطلع اضاءته من تحت على شكل معين هندسي جديد حاجة جديدة ويحمل منظر فخم المكان ممكن تعرف واحد اتنين تلاتة في مكان اتنين تلاتة لو هو واسع لكن هي مش بتبقى بشكل قوي ووفر في المكان الاكسسوريز اللي اتنين واحد تقريبا بس اكسسوريز خشب او طابلوهات لها فريم في الالتر موضل زي ما قلتلك مش هسيب حقي في التراز بتاعي لا ليه واخدت الجاه تاني انا مش هسيب هورك طيب الفريم معدن اه ايوه كانت علي بقى معدن اوكي يعني ما فيش فريم خالص خلاص اه انا عايز الكلام ده كبيرة يا ريت كبيرة واحدة اتنين في المكان بس مش بقى نقعد نحط صغير وكبير وكلام ده زي المودرن لا هتري واحدة كبيرة كده في المكان بس خلاص اتنين طيب الفرناتشل بتاعهم زي ما قلتلك الكوشن بتاعه ممكن تلاقي زي خارف في المودرن ده تلاقي بعض توسعات شوية الاختيارات كويسة في الخامات في الالوان بس تلبسل معاه او الدخول كاملون مع بعض الكلام ده ده بواجه عام سواء حوائط او في النوتشور هتيجي بقى عند الالتر المودرن لا مش هسيبك هم اربع الوان تحرك منهم تروح اعمل لي مع الحيطة الوراية او مع المكان كورن بس كده طب كام بيس في المكان كام قطعة طب حط كام قطعة لا يعني انت بقى ايه كورنر كده كبير حرف L حرف U بس حاجة كده وتكون لو المكان واسع وزي ما قلنا الالتر المودرن بيحب المكان الواسع فالمكان واسع اه تبقى حاجة ضخمة كبيرة كده ده خلاصة المودرن والالتر المودرن تتعايز ده ابدش معاكم في موضوع تاني مهم اللي هو الموضوع المشاريع المشاريع يا جماعة عشان بيسألوني عنه انت بتتكلم عن السيالات السيالات هتيجي عند المشاريع وتوقف مين قال الكلام ده طب انت عارف نبدأيا كده نخش بها مع اني كنت سيب المعلومة دي في الاخر انت عارف ان اخطر اخطر قرارات اتخذت دوليا هي في غرف مغلقة تجليد كلاسيكية اخشاب من اغلب انواء الاخشاب اه اغلب الغرف رئاسية اه اتخذت فيها قرارات هي كانت مجلدة باخشاب بني بيبقى المكاتب بتاعتهم بني وبس فيها اخضر كتير لما تستوصل التوتر والورق الحائط اللي بيقى موجود مثلا مع الفراغات اللي موجودة مع الاخشاب البسيطة بتبقى ورق حائط والبيبر اخدر ما نقولش بسيط تحقيقة ده معنى ايه كلاسيكي اه كلاسيكي طب هو فيه تجاليد اخشاب مودن نزل منه الكلام ده بقالها فترة طويلة وبنعمل منه تجاليد مودن برضو خطوط مستقيمة بس برضو واخد الطابع ده ده معنى ايه ده معنى المشاريع ممكن تعمل كلاسيكي وممكن تعمل ممكن تعمل مودن والاقسام مودن عشان بيبقى اسرع واسهل والكلام ده بصوا عمتا كل مشروع وديه وضعه ماليا زمنيا وضعه في السوق نفسه تقل في السوق لكن هرجع اكد على المعلومة دي كل مشروع وارتباطه بالتصميم الداخلي هو ارتباطه بالنجاح والفشل زي ما انت بتختار مكان جيد لمشروعك لازم تختار شكل انتيرير ديزاين كويس جدا مناسب ليك لمكانك للمشروعك لمساحته مهم جدا تختار مبدأين وانت داخل تاخد القرار دا لازم تاخد بالك كويس اوي بالنقطة دي ايه هي لازم بتسأل نفسك هو انا عايز اوري ايه للعميل لداخل ايه مشروع انا هكلمك عنه عايز اوري له ايه عايز افهمه ايه عايز اوصله رسالة ايه هو انا عامل الديزاين دا اللي بقولين انتا شايف دا ليه طيب وقلانت اللي داخل دا وضعه ايه هو لو وضعه كويس اجتماعيا وماديا ما انتا لازم تعمل حاجة تلقي بيه طب هو اي حاجة في اي حاجة واعمل السقف دا ما قلتلك ما قلتلك ومعيد عليك هي مش سهلة كده لازم نزاين وتاخد بالك من موضوع كويس جدا اهميته اهمية مكانك اللي انت اختارته من فترة صغيرة كان حد يكلمني سلسلة معينة يعني من الاسواق وكنت روحت عملتله معينة كاسة يعني وعملنا ميتينج سريع وكان بيتكلم عن عن الامج انا عميلي شكله فلاني لازم يبقى يخش يلاقي حاجة تلقبي ارضية غريبة شكل غريب هو فعلا هو فعلا هو ماشي على ديزاين معين وبصمة معينة طابع معين ماشي به وعاجب اغلب الناس اللي يدخل المكان ده فنانين فنانين عندهم ذوق عالي جدا وتزوق للفن بشكل قوي جدا فده يعني الشاهد من الكلام ايه الشاهد من الكلام ان انت لازم الامج بتاعك ضروري انت عايز توصل كلام بتاعك ايه عايز اقول ان انا كويس في السوق ان انا عمل لك حاجة تريحك ان انا لما اقول لك الفاتورة بتاعتك كذا تدفع من غير ما تقول ليه لما انت لو قعدتم معلش لو مطعم مش كويس ودخل اكل كويس لو مطعم مش كويس بس الاكل تزوقه عالي وجيت حتطل فطورة سي الف ونص وتبر الرقم يعني هيقولك ليه ليه انت بتقول لي الف ونص ليه احنا 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 ايه لكن لو دخل بقى مكان راقي خدمة راقي خدمة في مكان اهم حاجة دلوقت اللي انا عايز اوصله لانه مكان برضو كانتيريور مش كويس ولقى خدمة كويسة عالية ونظافة عالية واكل جميل وطلبت منه مبلغ ايا كان المبلغ برضو هيستكتره لانه اول حاجة ما بيدخل لها المطعم او المكان بيقض يبص على المكان وبعدين بيتهيئ نفسيا انه هدفع كتير في المكان ده لو ما معيش كاش هيبقى معي الفيزا ويبدأ دماغه تروح للكلام ده خليوا لك من مطة دي مهم اول فانت لو موصل طهروش يبقى انت هتعاني جدا في المكاسف ولو دفع اقولك المكان ده مش هجيئ تاني معيني الاكل جميل جدا الاكل جميل عجبني بس المكان مش قد كده المكان مش قد كده الجمل دي سمعتها كام مرة المكان مش قد كده ومش هجي كلنا تاني عشان تغالي المكان المطعم بس يا جماعة دي وقت وان شاء الله على كل مشروع هتكلم عنه على حدة بإذن الله تسمعت كام مرة المكان مش قد كده الاكل جميل اه بس ليك غالي طب ما انت لو عملتله تصميم كويس وقعد وارتاح وكراسي شيك ومكان شيك وحاجة ارتاح وطلبت منه 2000 جنيه مش 1000 ونص هيقولك ايه اوكي اه انا عاية فيزا اه اوكي مفيش مشكلة فب ودافع 2000 جنيه وهو وطلع فرحان جدا انه دافع 2000 جنيه انك ديته اللي هو عايزه عايز مكان كويس واكل كويس عايز مكان كويس وخدمة كويسة خلينا في شركة وبتتعامل بمئات الالوف مش هقول ملايين خلينا في مئات الالوف دخل المكان وشاف مش قد كده مش هيقلق منك ويقولك تباني هدفع ليه او انت ازاي طب عايزة ففرج على كذا او كذا ويبدأ بايقلق كده والالق يبان عليك كام مرة حصل مش كتير صح ولا غلط يبقى التصميم الداخلي هو اساس نجاح المكان من عدمه لما يبقى لائق جدا بالمستوى ما هيريحك هترتاح وتبقى بتعمل ديلز كويس في المكان وانت مرتاح يبقى هو نسبة بيديك نسبة عالية جدا من نجاح ورفش اقول لا خلينا بنرجع للمطاع امتال دعو عملنا اللون اللي انا عرفيك بقرر بنفس المثال ده بس التكرار كويس دعو عملنا اللون الاخضر طب ما هيديك ايه في الاخر الناس يخش تاكل مش كويس هتمش عشان بس اخطأت في لون خسرت المشروع بتاعك طيب نيدي مثال كمان احنا بيجي ان دايزن اي مكان بسيطة الاماكن كبيرة يعني مساحة الكبيرة والشركات الكبيرة بنبدأ ان نقسمها الادارات وانهو الادارات اللي هي مختصة بعضها ونبدأ ان يقرب من ده وده يقرب من ده وده بعد عن ده وده انهو بعيد وانهو قريب الكلام ده طب انت نوع متش الكلام ده ايه اللي هيحصل معلش عايد تاني احنا بنيجي نقسمها بنقسمها هقول بالبلدي عشان كل يفهمني نيجي نعمل مثلا سي هنقول مسئول هنا مدير هنا من اكتر متعاملين معاه بنحط حواليه سكرتاريا الادارة المالية اكتر مثلا الناس بتحرك علي ابني بنقرب منه وهكذا الابعد في الابعد في الابعد كل ادارة بنفس الموضوع ده طب لو انا جبت في المبنى ده وروحت جاي اقرب الناس بتحرك مع المسئول ده روحت حطوا نحية التانية والعكس روحت حط الناس بتعامل مع هنا الناحية ده فضو الراحين جايين نعمل جلب على الفوضي تضيع وقت تضيع عدم تركيز من صوت الناس رايح جاي رايح جاي والكلام ده انا بس بتكلم حاجة من حاجات كتير احنا بنعملها انت متخيل الفشل الزريع اللي هتبقى وايع فيه كمدير ان طلبت انا بقالي قد ايه طلبتك يا استاذ فلان ومجيتش يا فندم دعابة مجيت بس من هناك لهنا خدت وقت قد كزا طب الورقة فلانية انا انا اسف هروح اجيبها واجه هيروح يجيبها في عشر دايقاء ولا ربع ساعة تخيل يوم كله رايح جاي عشان يجيب ورقة ومش عطي ده بس حاجة من حاجات طيب لو انا عملتلك لون مزعج في المكان ما يؤديش للتركيز انت طول وقت متعصب وكره نفسك وعملت خبط في الكمبيوتر وعملت اغبط مش عرف ايه طب انا لو عملتلك اضاءة تعبانة تعبانة بسيطة او متوهجة جدا صدع ايه طب انا صدع اعمل لي اعمل لي اعمل لي اعمل لي اعمل لي اجيلك قهوة 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 وانت عمليني قهوة اهو ده مثال ثالث اهو ده كل اللي انا بقولو لك ده طب انا انا عملتلك ارضية مش مخصصة اللي انت عمله يعني المطبع تعمل لك مثلا سي تركيز ده رايح جاي عليه ما هي قد كده هو اصلا هيعيش تخيل فده حاجة من الحاجات فقط ان احنا بنعملها فهرجع اقول لك التصميم الداخلي زي زي اختيارك للمكان واكتر كمان انت ممكن تاخد في مكان ابسط شوية بس اهتمل بالتصميم الداخلي بتاعه يعني سي لو احنا اتكلمنا في شرية مثلا زي عباسة ادنى انت لو خدت على رقم واحد بس اه اخد مني اغلب فلوس والباقي هعبدأ عمد بي كمان انا بقول لك وانت متطمم خد نمرة اتنين اغلبس رقات اغلب كمسال يعني وامل فيه حاجة كويسة اول ما عمد يوصل لك ويدخل لك وتقول له الخدمة دي بكذا اقولك اه اصدف في المكان الفلاني والمكان وهو فخد الامج اللي ريحت مشاريع يا جماعة ان شاء الله هندخل فيها واحدة واحدة انا كنت تكلمت عن المستشفيات وكنت خدتها بشكل انساني يعني احنا تكلمنا فيها بشكل انساني وما تكلمناش على الجزئية الخاصة بال بال بالكلاينت ازاي وطبعا المستشفيات ما فاش الكلام ده احنا نتكلم بقيت المشاريع بقى بشكل تاني خالص اخر حاجة هتكلم فيها جماعة وهي بتزع عني احنا في بلدنا مش بلدنا جميلة جميلة بيجولها من كل انحاء العالم طيب المنتجات والمطاعم احنا عندنا تقريبا خمس حقب زمنية من اجمل للحقب ليه مثلا ما عملش مطعم على التراز العربي هو فيه بس مش كتير بنهتم دايما ان احنا نعمله بشكل كلاسيكي اكتر او بشكل مدرن اكتر عشان خطر سواء كانت فاست فود او الاتب كمانيو يعني عن نوعين يعني ما بنعمله كلاسيكي وفخم جدا بشكل معين يعني ما دا طب ليه احنا منعملش برضو كلاسيكي ما داك من الكلاسيكيات ان احنا نعمل عربي مع بعض الاسلامي او بعض القبطي اه بعض الروماني اغريكي ايه المشكلة لما نيج نعمل ما بين الحاجات دي بزات في المنتجات بزات الاماكن السياحية ما انت لما بتروح يعني ما بينجي نسافر في فرنسا مثلا او بينجي نسافر اي بلد ما هو بيحاول يبروزوا الطابع المعماري بتاعهم وبيفتخروا بي جدا احنا مش اولى الناس نفتخر بالكلام دا عندنا احنا اولى الناس نفتخر بالكلام دا عندنا هو في ناس يا جماعة منفزة بس ليه منعملوش بشكل عام انا اتمنى وزارة السياحة ان هتعمل الشرطات بعد الشرطات على الاماكن دي ان هتعمل على طرازات المصرية اللي مرت بيها مصر المتميز بيها احنا بحيث ان حتى السائح لما ييجي مصر تفرج على الاماكن دي او يدخل يتعمل في الاماكن دي يبقى هو فعلا في مصر لكن هو مش جاي من الفرنسا عشان تيجي تعمله هنا ستايل الستيل مثلا طب انا اصلا جاي لك من فرنسا او اي ستايلات اوروبية وهو قريري هناك عنده طب انت عملتله ايه طب انا جاي من مكان لمكان وغيرتله بس نوعية الاكل طب انا ممكن اخش انك مطعم منك انا عملت ايه فده لما عايز اوصله ليه احنا نفتخش بالكلام ده ليه من ننفذوش ليه منعيش فيه وهو يبقى السبب رزقنا يا جماعة يا ريت انا اتمنى احنا نهتمي بالنقطة دي وتبقى شرط من اشتراطات في المنتجعات والمطاعم خاصة بالسياحة كمان الحلقة خلصت وما بقولوا ان خلصت كنت ه weeklyش معاكم اكتر من كده وان شاء الله المرة الجاية هنبدأ ام حاجتين ياما نتكلم في بقية المشاريع حاسب بقى ما انت هتقولله على الصفحة ونبدأ نتواصل او نبدأ نخش في الموضوع الاكبر ونكمله الاستايلات لان الاستايلات هو الفنون زي ما قلتلكم برضو بطبعها تقيلة شوية على الانسان يعني نجي نتكلم فيها هتحس انك انت جسمك خمل كده ودمارك قفلت وبدأ لان هو دسمة قوي مادة دسمة الفنون فنقول نتكلم فيها كتير هتحس بملأ فهنشوف حسب ما هنتفق يعني نتكلم نكمل الاستايلات بقى الكلاسيكية بالذات بقى راجعت الكبيرة المكلفة قوي دي او وكنت هبتدي بالويس الفرنسي السيارات الفرنسية او نتكلم بقى بقيت المشارية ونبدأ نقول الكافيهات ايه الاحسان لها والكلام دوت والمطاعم متجعات نبدأ نتكلم في كل مشاقات حتى محلات الملابس هتكلم عنها وقول لكم تعملوها ازاي معارض السيارة هنتكلم عنها ونقول لكم تعملوها ازاي ان شاء الله اه شوفكم حلقة جاية وشوفكم الحزن نستمعكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة